السلام عليكم ورحمة الله. نتهدس الآن عن التشخيص الفارق للتوحد. يعني التشخيص الفارق هنا يعني ايه اللي بيفارق ما بين التوحد ما بين الاعقاد الاخر. او ما بين التوحد ما بين الاضطرابات المشابهة ليه. طيب. تشخيص التوحد برضو لسه بيواجه زي ما انا قلت مشكلات خاصة بتشخيصه. يعني فيه صعوبات خاصة بتشخيص التوحد لان عمتا التوحد بتشترك معها الاعاقة العقلية وعشان كده احنا من اول الاشياء اللي هنتحدث عنها اليوم هي الفارق ما بين التوحد وما بين الاعاقة العقلية. بي. اه الخالط جايز زي لان فيه خصائص بيشترك في الاطفال التوحدين والاطفال زي الاعاقة العقلية. طيب ازاي نميز ما بين الاتنين. الاطفال المعاقين عقليا عاديين في تفاعلات الاجتماعية مع الاخرين. جميل? الاطفال المعاقين عقليا عندهم تفاعل اجتماعي فعال. خاصة جمال لو جينا نتكلم عن الدون. الدون اللي هما المنغولي. علاقاتهم الاجتماعية يعني بتكون متافعة مكوناة بالاخرين. بل احنا بتفوق بعض الاشخاص العاديين. طيب. عندنا كمان بالنسبة للعاقة العقلية عندهم قدرة على يعني فهم الحركات غير اللفظية او الاداء الحركي. كمان التواصل يعني العاقة العقلية عندهم قدرة على التواصل. بالنسبة للتوحد لا عندهم مشكلات عالية جدا في اللغة. والقدوة على تواصل التوحد عندهم مشكلات في اللغة. زو ما احنا قلنا جميل وقدوتهم على التواصل ضعيفة جدا. خلاص? نسبة وجود العيوب الجسمية في التوحل أقل بكثير بقى من العيوب الجسمية لدى الأفضل المعاقنة عقليا يعني العيوب الجسمية عند المعاقنة عقليا أعلى من العيوب الجسمية عند التوحل ولو بعنوع الدول احنا ممكن بيهم نفرق ما بين التوحل والإعاقة العقلية ويعتبر تشخيص فارقي بالنسبة للتوحل والإعاقة العقلية